بسم الآب والابن الروح الكدس الإله الواحد أمين اليوم الثالث عشر من شهرك ياك المبارك التجسد والحكمة الخلاصية التجسد يعطي للإنسان إدراك حكمة الله لخلاصنا علشان كده المسيح لما بيعلن لنا في إنجيل يوحنى 17 ويكلمنا بيقول لنا كده هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنك أنت هو الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته هنا إدراكنا أن هذه المعرفة الحقيقية لله هو إدراكنا لسر التجسد أن الله ظهر في الجسد عشان كده يكلمنا يقول لنا الله لم يعرف يراه أحد القط ما فيش حد يراه ولكن الإبن الوحيد الذي هو في حدن أبيه هو خبر فإدراكنا لمعرفة الإبن الوحيد الذي هو يسوع المسيح هو إدراكنا لمعرفة الله الحقيقية إدراكنا لمعرفة الله الحقيقية هو إدراكنا للحياة الأبدية علشان كده صار لنا فيه الإدراك المعرفي صار لنا فيه إدراك الحياة صار لنا فيه بر وسلام صار لنا فيه تجديد للطبيعة صار لنا فيه سكنة روح الله الكدوس علشان كده معرفة الله لا تأتي إلا من خلال سكنة روح الله الكدوس فينا عشان كده الله من خلال تجسده صار إنسانا مثلنا علشان يغير الطبيعة البشرية علشان يؤهلها أن يسكن هو فيها بروحه لولا التجسد ما كان لنا هذه النعمة أن روح الله الكدوس يسكن فينا وحينما يسكن فينا روح الله الكدوس يصيرنا هيكلا مقدسا له للأبد علشان يعطينا هذه المعرفة معرفة علم الخلاص معرفة علم محبة الله معرفة علم الحياة الأبدية وبالتالي بتبص تلاقي أن ملكوت الله الحاضر فينا دائما من خلال سكن روح الله الكدوس يعطينا ثقة للحياة الأبدية وإعلان بر الأبرار إعلان عن المجيء الثاني حتى ولو كان الأبرار يعانون في هذه الحياة إلا أن الثقة في المجيء الثاني وإعلان بر الأبرار والحياة الأبدية من خلال إدراك للمسيح إلهنا بالروح الكدوس نحيا فيه إلى الأبد ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد أمين